وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مشاركته في فعاليات مؤتمر مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي المنعقد في مدينة بدونجا الإندونسية وخلال الفعاليات تأكد رئيس مجلس الشيوخ في كلمته بالمؤتمر على أن مصر أطلقت عام 2020 خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك بهدف تحقيق ثلاثة أبعاد هي البعد البيئي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي ويشارك رئيس مجلس الشيوخ في فعاليات المؤتمر تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاستشاري الإندونيسي حيث تأتي فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقا من الإيمان بأهمية دور البرلمانات في تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجهها